اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي لأن ربما لا يمكن الحديث عن أي شيء في الحياة في هذه الفترة إلا من خلال حديث عن ما يجري في غزة وبالتحديد ما يجري في غزة هذه الحرب اللي شنها الكين الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في غزة رغم أنه حديث عراقي لكن الحقيقة كل حديث يجري في غزة أو كل حرب تجري في غزة الآن في تواصيلها كلها يتنطبق على ما جرى ويجري في العراق لذلك الحديث ينتقل بالقياسات إلى ما يحدث في العراق وتطبيقاته في ما يحدث في غزة ومن هذا المنطلق ربما الحلقات السابقة في هذا الأسبوع لذن وضع في هذا الأسبوع الآن الحالي كلها كانت عن غزة والعراق وفي هذا الإطار أيضا تحدث هذه العاملة زعيم ميليشيا بدر هذه الميليشيا التي قتلت العراقيين قاتلت في البداية في الحرب العراقية الإيرانية مع الإيرانيين ضد العراقيين ويدعي أنه عراقي وبغض النظر وقلناها ونقولها أكثر من مرة أن تعارض نظام شيء وأن تعارض وطن شيء آخر أن تقف ضد وطنك شيء وأن تعارض نظام شيء آخر هم يقولون كنا معارضين المعارضة شيء والوقوف ضد الوطن شيء آخر العراق كان في حرب مع إيران ومن يقاتل إيران كان جيش العراقي سنة وشيعة وكراد وعرب كل الشعب العراقي يقاتل كلها للحدود فأن تقاتل هذا الجيش يعني تقاتل شعبك تقاتل وطنك لا يمكن قبول هذا وهذا خيانه عظمى ولو كانت لدينا حكومات وطنية منذ عام 2003 لحد الآن لكان مسكة هذه العاملة وغيرها كل هذه القيادات الآن في العملية السياسية وحاكمتهم بالخيانة العظمى وأولهم هذه العاملة لأنه يعني حتى أفلام موجودة يظهر يقول أني معاهم ضد العراقين يقتل بالعراقين الله أعلم كم عراق يقتل ودماء هذه العراقين فيه رقبته ورقبت إيران بغض النظر وأعود مرة أخرى أقول أن تعارض نظام شيء وأن تعارض وطنك شيء آخر إذا كنت تنتمي إلى هذا الوطن أما أن تكون أنت إيراني فأي قضية أخرى عموما هذا فيلق بدر اللي دخلت من البداية هاي الميليشيا دخلت من البداية ما أول أيام احتلال العراق ودخلت تحت المضلة الأمريكية والدعم الإيراني والدعم الأمريكي وقتلت أساتر وضباط ومثقفين وقردت الناس وخربت وقتلت وحرقت وكثير من العقول العراقية صفيت على يد هؤلاء أول ميليشيا يعني تفتك بالعراقيين وتسفك دماؤهم هي هاي بدر وكانت عماد تعتمد عليها قوات الاحتلال الأمريكي في تدمير مناطق كثيرة في بغداد وفي مدن كثيرة استخدمتها واستعملت وكانوا رهن الإشارة الأمريكية ورهن الإشارة الإيرانية ولحد الآن هم رهن الإشارة الإيرانية عموما هم نفذوا لجندة الإيرانية اللي تتقصد ضعاف العراق بكل يعني قواه وبيكون حرفية وإتقان هكذا نفذوها ونأتي إلى قول هادي العامري فيما يخص الحرب على غزة حرب الكيان الصيوني على غزة يقول أن إسرائيل لم تتجرع على حرب الإبادة في غزة لولا الدعم الأمريكي الله أكبر يعني رغم القول الصحيح هذا يعني إسرائيل لم تتجرع على الوقوف ضد العرب على قتل الفلسطينيين أو تهجيرهم بهذه الطريقة لو لم تكن أمريكا يعني تدعمها ولو يكون الغرب يقف معها وهذا ما يحصل اليوم هذا واقع حال يجب إقراره لكن على لسان من يقال هذا القول على الإنسان الناس الوطنيين الناس الشرفاء الناس البسطاء الناس الذين يعرفون وطنهم يعرفون الحقيقة مو واحد هو يعني عاش تحت مظلة دول أخرى ونال من وطنه وأمريكا هذه هي التي جاءت به وغيره وجمعتها إلى الحكم في العراق لو لا الدعم الأمريكي هل كان هذا العامري في العراق يحكم ويشكل رقما صعبا في المعادلة السياسة العراقية في تعيين رئيس الزراء وفي السياسة وشكل السياسة وشكل العلاقات هل كان هادي العامري له هذا الدور لو لا الدعم الأمريكي كان يقول لنا هو يجاوب لنا ولولا الدعم الإيراني ولولا التخادم الأمريكي والإيراني ما هو هذا واقع الحال فأنت تتكلم كلام كبير يجب أن تعرف حدوده يجب أن تعرف حقيقة هذا القول والناس تعرف الناس ليست غايبة وليست مغيبة وعقولها موجودة يعني هم أعطوا لإسرائيل تفويض نعم نعم هذه حقيقة لكن أمريكا هي التي هي التي دعمتكم وجاءت بكم إلى العراق وهي من أسقطت النظام السابق بدعوة الديفتاتورية ودعوة البحث عن أسلحة دمار شامل وغيرها وغيرها وعلاقات والأرهاب والتالي قالوا ما لقينا لا أسلحة الدمار شامل ولا أرهاب ولا علاق لكن جئنا من أجل الديمقراطية وجاء بكم قوى الديمقراطية وهذه الميليشيات التي قاتلت مع إيران الآن هي تحكم تحكم العراق باسم إيران والآن يتحدث يقول إن إسرائيل لم تتجرى على حرب الإبادة في غزة لو لا الدعم الأمريكي ليش هو أنت كنتوا اتجرأتوا على إبادة كل العقول العراقي والعراقيين لو لا الدعم الأمريكي ما هو هذا واقع الحال ما فعلتموه إن إجرام وقتل وذبح وتسلم للسلطة ونهب وفساد وخراب ودمار وسيطرة على الحكم هذا كله بفضل الدعم الأمريكي فلا تحدثوا حديث كبير تتصورون أن الناس نسة التاريخ هذا التاريخ حاضر يعني يعني هل أنتم تحكمون العراق بعيدا عن الدعم الأمريكي يعني أمريكا هي الباغية الآن وما كانت باغية عندما جاءت بكم إلى الحكم وسلمتكم وفاتح العراق كله وسلمتكم رقاب العراقيين ودماؤهم ما كانت باغية الآن باغية أمريكا منذ عام ٩٩٦ لغاية العام الماضي يعني ٦٩ مرة تجدت يعني استخدمت جيشها قواتها العسكرية في دول أخرى ٦٩ مرة من ضمنها يعني يعني ربما في المقدمة العراق أكثر من مرة في العراق في عام ٩٩ في عام ٩٨ وغيرها و٠٠ وثلاثة ولحد الآن هي تستخدم قواتها العسكرية في العراق وضد العراقيين وهذه كل العالم تعرفها والآن المظلة الأمريكية هي الحامية هذا النظام وقفت على رجله ونقولها أكثر من مرة مقومات بقاء السلطة في العراق خارجية وليس الداخلية هذه السلطة من عام ٢٣ لحد الآن مقوماتها خارجية وليس الداخلية وعناصر هذه المقومات هي إيران أمريكا العرب العرب بغيابهم عن العراق دعك من وجودهم في العراق سفارات هذه تلبية للرغبات الأمريكية الرغبات الإيرانية وجودهم مجرد صورة ليس أكثر لأن هناك خلل بالنظام العربي الرسمي هناك مصيبة كبيرة ذلك لا يستطيعون أن يفعلون شيئا وحرب على الغزة خير مثال على ذلك يقتلون فلسطينيين ولا يستطيعون أن يفعلوا شيئا لا يستطيعون أن يدخلوا سيارة مساعدات إنسانية لأهل غزة إذا ما توافق إسرائيل إذا ما توافق أمريكا والدول الغربية هذه كذبة كبيرة فبالتالي يعني هو منه احتل العراق منه قتل أهله منه هجرهم منه أكثر من سبعة ثمان ملايين عراقي خارج العراق منه كان السبب من قتلوا مليونين عراقي بيدي من؟ مو بيدي الميليشيات وبيدي أمريكا هدمت مدن وهدمت بيوت على روس أصحابها وهجروا مناطق كثيرة ومدن كثيرة هجروا الناس بميليشياتكم الآن تتحدث لإسرائيل لم تتجرأ على حرب العبادة في غزة وللدعم الأمريكي وهذه العبادة للشعب العراقي كنت تتجرؤون عليها وللدعم الأمريكي والدعم الإيراني هذا واقع الحال فبالتالي يتحدثون عن يعني بأحاديث كبيرة جدا أنتوا تعرفون أنها كذب وتعتقدون أنكم بهذا الكذب تستطيعون أن تلوع عنق الحقيقة وأن تضللوا الشعب العراقي هذا ليس صحيح الشعب العراقي الشعب واعي شعب يعرف ويقرأ ويكتب لا أقصد يقرأ ويكتب يعني كثيرين من الأميين الآن حولتوا أكثر من 9 ملايين أراقي من الأميين بعد أن كان الأراق قد قضى على الأمية لا أقصد يعني حتى اللي ما يعرف يقرأ ويكتب لكن يعرف السياسة ويعرف يعرف الحق من الباطل يعرف الأسود ومن الأبيض ويعرفكم جيدا وثار عليكم في ثورة تشرين وواضح لو أشثار عليكم وقبلها ثورات كثيرة وستأتي ثورة في يوم من الأيام ستزيح كل هذا الظلام وستحاسبكم على ما فعلتموه الشعب العراقي يعني هذا ما يجري في العراق ما جرى ويجري في العراق وما جرى ويجري في غزة وهذا مسلسل موجود ما دام الظلم موجود ما دام القهر موجود ما دام سياسات الدعم للظالم وعني القوي هو من يحكم من يحكم بيدا سلاح هو الذي يحكم تحكمنا الميليشيات بالعراق وتقتل الناس وإسرائيل تحكم الناس وتقتلهم وتذبحهم لأن أمريكا والغرب يدعمونها ومثلما احتلت أمريكا العراق ودعمها الغرب ودعمتكم هذا ما يحصل الآن في غزة وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وانتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة